النهاردة ما فيه شك كل الطلاب وأولياء الأمور طبعا طلاب الثانوية العامة منتظرين للنتيجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هتعقد مؤتمر صحفي مهم جدا الساعة 12 الظهر هيكون فيه المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر المؤتمر ده هتعلن فيه الوزارة عن النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة يعني كل واحد هيعرف نتيجة تعب السنة كلها في شك كل أسرة هتوقت تفكر وتحدد مستقبل ولادها بعد سنة كاملة من الجهد والتعب بالنتائج وكمان تقييم الأداء مبروك طبعا ما فيه شكل كل ولدنا اللي حصل حصل نتيجة خلاص هتطلع النهاردة اللي عملناه خلاص دي مرحلة واللي جاي مرحلة تانية خلاص وان شاء الله كله يبقى مرضي كده ومبسوط بالنتيجة اللي وصل لها وبنبارك كمان للطلاب الأوائل بإذن الله نبارك لكل الطلاب ولكل ولدنا وإخوتنا مؤتمر النهاردة هيكون بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف واللي هيكشف التفاصيل الخاصة بالنتائج وكمان طرق الحصول عليها هيقدم تفاصيل عن التأديرات والدرجات وهيجيب هيجاوب على أي استفسارات عند الطلاب وكمان أولياء الأمور المؤتمر زي ما بيقولوا هو اللحظة المنتظرة لكل الطلاب اللي كانوا بيستنوها بفارغ الصبر عشان يعرفوا نهاية رحلة السنوية العامة وبداية المرحلة الجديدة زماني هايبا كانت النتيجة بتتعلم في الراديو لو أنت تفتكري كده زمان لا أنت من زمان أوي أكيد آه من زمان أوي آه صح آه من زمان أوي فعلا فكانوا جعلون نتيجة في الإزاع ومش الأوائل بس كان الكل يعني كان مثلا يجي يقولك أنا ناسي رقم جلوسي مش فكروا أوي مش عارف إيه هتعرف مش أنت البحث اللي هتعرف كله هيسمع طبعا الحقيقة الفترات اللي زي دي بتكون فترة من التوتر والانتظار طبعا بعد انتهاء الامتحانات خلاص الناس جابت آخرها زي ما بنقول كل بقى مستني يشوف هيعمل إيه كل مستني يشوف حصات تعب وصهر عشان كده كل العيون هتكون على المؤتمر النهاردة عشان يعرفوا تفاصيل النتيجة والتوقعات بقى والتخمينات كلها هتتحسم النهاردة هيكون طبعا ما فيه شك فيه أمل كبير لكل واحد منتظر نتيجته المؤتمر ده هو الفرصة اللي كل الطلاب كانوا مستنيينها وبكل تأكيد هتكون لحظة حاسمة ومؤثرة في حياة كل واحد منها طبعا دي مرحلة يمكن فيها نهاية للتوتر أو القلق اللي بيعيشوا الطلاب في سنة سنوية عامة تحديدا بتكون سنة بتوصف بالسنة المصرية لكن النتائج ان شاء الله هتكون مشجعة وفيه تحسين وفرص للتحسين لللي مش راضي عن النتيجة مرحلة انتهت مرحلة جديدة وخطوة جديدة تكون موفقة للجميع في خط دراسي ومهني جديد بإذن الله النهاردة هنكون جاهزين لمتابعة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي بالنتائج ويا رب كل الناس وكل ولادنا وكل الاهالي يكونوا مبسوطين كل واحد يحقق لنفسه فيه ومرة تانية بنصبح على حضراتك ونقولك صباح الخير يا مصر